التوليفة اللي لعبنا بيها من تفاصيل بفكرة ان التريزيجية تحول لجناح داخلي يدخل لجوه وبعد كده يطلع يزيد في المساحات وتحركات زيزو في عمك الملعب وتحركات زيزو برضو على الخط وكمان دور حمدي فاتحي ان هو يسيب الليبرو يتحول برضو لمحور جنب مروان عطية مع تحول محمد صلاح للاعب زي ما نقول لكم يبقى حر في الملعب واخد راحته في الملعب كل ده يعني اربك حاسبات منتخب بوركينة وخلنا اللي احنا نحرز هدفين في اول ربع ساعة وفي الشوت الاول لكن طبعا الشوت التاني هو اللي كان فيه المشكلة هو اللي كان فيه الازمة شوية يعني كل ده بقى اللعيبة بصراحة الفترة اللي فاتت وده يمكن زي ما انا قلت لكم للناس المتابعة والناس اللي فهمة ان كان فيه ضغط بدني كبير على اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر كلهم لعيبة من نادي الاهلي كلهم لعيبة من نادي الزمالك حتى اللعيبة اللي كانوا محترفين برا اتخال محمد صلاح لعب حوالي 56 ماتش مع ليفر بول في كل البطولات في الموسم الحالي كمان كان مريح بقى له اكتر من اسبوعين فبرضه مش في فورمة المطشات قوي مع الاجهاد البدني ايس بقى كل ده على كل اللعيبة ايس كل ده على كل اللعيبة موجودة في المنتخب احنا زي ما احنا شوفنا كمان كان فيه اصابات عضلية لبعض اللعيبة اللي خرجوا بسببها او الكابتن حسام حسن يعني كان عمل تغراد بسببها فان شاء الله المباراة اللي جاية احنا بقى نكمل على المباراة اللي فات لازم نبني على المكسب بتاع المباراة اللي فات منتخب غينيا منتخب صعب جدا ومنتخب اكيد هيبقى عنده قادر كبير من الشراسة على ملعبه وسط جماهيره اه ما عرفش الملعب هناك هيبقى انجيل طبيعي ولا انجيل صناعي لكن طبعا لعبيتنا متعودة على اي حاجة وعلى اي ظروف لكن هيبقى ماش مهم جدا وهيبقى ثلاث نقط يمكن عايز اقول لحضراتكم اللي هما هيبقى أهم من ثلاث نقط اللي فاتوا اهم من ثلاث نقط منتخب بوركينا فاسو انت بتتكلم دلوقتي غالية اعتبر منافس قوي معاك في المجموعة بجانب بوركينا فاسو بجانب المنتخبات التانية لسه معاك سراليوني وجيبوتي ولسه محدش يتوقع حاجة ولا حد يقدر يتوقع حاجة كلنا بنشوف النتائج اللي بتحصل في المجموعة التانية بالنسبة للسنغال اللي بتتعدل على ارضها وبالنسبة الجزائر وبالنسبة التونس فالحد دلوقتي ما تقدرش تقول ان فيه منتخب بعينه وصل بنسبة مثلا 80-90% لكسر عالم لازم تشقى لازم تتعب لاخر المباراة والاخر الثانية في المباراة لازم تتوقع كل حاجة لازم تتوقع كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الاول وفي الاخر دي كورة ملهاش توقعات ملهاش حسابات كل حاجة على الورق تمام والفرقات على الورق بتبقى واضحة وبتبقى لصالحك لكن جوه الملعب بقى الملعب عايز مجهود عايز اسرار عايز عزيمة عايز اللي انت لعيب تشقى في الملعب وتموت نفسك فالحقيقة الواحد كان مبسوط جدا للمنتخب كسب المواتش اللي فات ومش بس فكرة انه مجرد مكسب لا انت بتكسب منتخب كبير لكن برضو المنتخب كان بيحاول انه هو يقدم حاجة مختلفة حاجة مشتقلضية يتبني عليها عشان كده انا بقول لكم لازم نبني على المباراة اللي جاي بالنسبة للطريقة وطريقة اللعب وبالنسبة للمكسب المهم على منتخب كبير لازم